السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خطيخ وتاسيك دارين لبس عليكم أحوالكم طيبة كنت من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما نقصكم خير بإذن الله تعرفوا مدينة سطات وبرشيد منذ صباح الخميس من يد جنبر حالة استنفار لدى مختلف الفرق الأمنية للدرك الملكي والأمن الوطني للبحث عن متهم في جناية القتل العمد تمكن من الفرار أمام مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات المشتبه فيه فر بعدما أقدم على استغلال غفلة العناصر الأمنية المكلفة بالحراسة وتركه دون أسفاد وأن المتهم استغل ضعف الحراسة الأمنية داخل البهو المؤدي إلى مكتب التحقيق بعدما تم استقدامه صباح الخميس من سجن عين علمومن لعرضه أمام قاضي التحقيق في إطار مصدرة التحقيق التفصيلي معه هذا الحدث خلق حالة ارتباء في صفوف رجال الأمن والدرك المكلفين بحراسة السجناء والمعتقلين داخل محكمة الاستئناف بسطات ورغم محاولة إيقافه من قبل رجال الأمن ومنعه من تزاوز حرم المحكمة إلا أنه تمكن من بلوغ الشارع الرئيسي والفرار نحو وجهة مجهولة وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهم في حالة اعتقال بعد عرضه أمام النيابة العامة من طرف الدرك الملكي ببرشيد بتاريخ 21 من أكتوبر الماضي وإحالة ملفه على قاضي التحقيق بنفس المحكمة من أجل إجراء تحقيق تفصيلي في مواجهة المتهم بقتل ابن عمه بمنطقة لحساس ناضا واحي مدينة برشيد حيث جاء إقاف المتهم بعد مضي أسبوع على ارتكابه جريمة القتل بإحدى نقاط التفتيش والمراقبة بمدخل مدينة برشيد بعد توقف حافلة للمسافرين كانت قادمة من الدار البيضاء في اتجاه مدينة برشيد وبعد مراقبة هوية الركاب تبين أن أحدهم يشكل مدكرة بحث وطنية صادر عن الدرك الملكي ببرشيد ليتم على الفور اقتياد الموقوف إلى مقر الأمن قبل تسليمه لمركز الدرك من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه وقد أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق حول ظروف ملابسات فرار المعتقل لتحديد المسؤولية وهو البحث الذي من المنتظر أن يتم الاستماع بخصوصه لعدد من عناصر الأمن المكلفين بحراسة السجناء داخل المحكمة إذن أختي بخصوص مستجدات قضية الساجين المسجل خطر واللي تمكن أنه يهرب من محكمة الاستئناف بسطات يوم الخميس الماضي فليلأسف دباء اليوم الثالث وبقي هاد السيد في حالة فرار الخميس والجمعة والسبت وما زال ما تشدش إذن غادي نعود لكم القصة ديالته باختصار أن هاد الولد اللي تزاد سنة 1992 ديجم دوز الحرس عشر سنين بسبب الصريقة والاعتداء على شرطي فمنين نكمل العقوبة السجنية دياله خرج يعني ودوز واحد لمدة ديال الشهرين برا الحرس وغيرتك بجريمة أخرى فواحد السيد اللي هو ابن العم دياله من عائلته من دمه ومن لحمه الضحية اللي اسمته كريم كي يجي عندو هذا المتهم هذا وكي يدق عليه فضاره وكي يجي وكيفطر معاه كي يأكل معاه كي يمشي عند معاه السوق كي يمشي ويقلسوا مع بعضياتهم في القهوة ضاحكين الناشطين اللعبين عادي جدا حتى النهار اللي غادي ستوقع فيه الجريمة كانوا قلسين بجوزهم المتهم والضحية في القهوة ويوقع بيناتهم واحد المشكلة بسيط جدا كانت فيه مكين اللي ستوقع عليه الجريمة تخاصموا في القهوة الضحية غادي خلي المتهم في القهوة وغادي يمشي عند الحلاق باش يحسن شعره فالضحية قلس كي حسن شعره دخل عندو المتهم ويعنقو وقال لي اسمح لي يا غير باش يطمأنو لان الضحية واحد الولد لي هو صحيح وبإمكاني انه يبدي المقاومة فغير باش يطمأنو عنقو وقال لي اسمح لي يا صاحبي وكان هز معه هاد القرعة ديال الشراب مهرسة غادي يشدها وغادي إباغة الضحية وغادي يوجه له مجموعة ديال الضربات على مستوى الرأس وغادي يخشي له هذيك القرعة في العنق دياله وغادي يهرب إلى وجهتين غير معلومة والضحية مسكين بقوة هذيك الصدمة وبقوة هذيك الضربة والقرعة مخشية لي في العنق دياله خرج من عند الحلاق وبقى غادي يتمشى ويطح دمه لحانوت ومات في بلاسته مسكين مدرجا في دمائه المهم المتهم هرب عند خاله بقى مخزون عنده لمدة أسبوع هو هرب من العدالة ومنين كتشف بأنه صافي رقر بيوصلوا ليه فمشاه هرب وركب في الكار وغادي خارج للمدينة أبر رشيد هنا غادي يشدوه البوليس في واحد الباراج البوليس طلعوا الكار بدوك يشوفوك يقلبو الناس غادي يباليهم هاد السيد هذا اللي هو روشيرشي وغاي اعتقلوه وغايدوه الحبس ديال مدينة سطات فاش غادي يدخل الحبس سيد غادي يضرب يديه في محاولة منه انه يهرب من الحبس فمنين ضرب يديه ادوه المستشفى من أجل تلقي العلاجات وغادي يحاول بالفعل الفرار ولكن هذيك المحاولة ديالته باءت بالفشل ولكن للأسف من بعد مدوز شهرين في الحبس كانت عنده جلسة تانية نهار الخميس مع قاضي التحقيق يلاهي الله الجلسة تانية هذي اللي كان غادي يحضر فيها الأب والأم ديال الضحية وكانوا غادي يحضروا كذلك واحد المجموعة ديال الشهود اللي حضروا أثناء تنفيذ الجريمة وكانوا غادي يشهدوا ضد هاد المتهم فاشنو دار أخوتي أول شي بعدها أن الأم والأخ ديال المتهم كانوا قالسين برا المحكمة والسيد منين جابوه من سطافت من الحبس باش يدخلوه المحكمة فشيرات ليهموا أخوه وحتى هو شير لهم من داخل سطافت هاد شي كيقولوه الناس الشهود اللي كانوا حاضرين في المحكمة باقي النهار المهم السيد دخل المحكمة حيدو له المينوت لأنه كما كتعرفوا أنه من المتهم غادي يتقبل ولا غادي يمتل أمام قاضي التحقيق فكيحيدو له المينوت فهنا هاد المتهم غادي يستغل الفرصة ديال ضعف الحراسة وأنه ما ديرش المينوت وغا يستغل كذلك واحد الغفلة ديال عناصر الأمنية المكلفة بالحراسة يعني العناصر الأمنية كانت كدخل المتهمين شي داخل شي خارج فهنا غادي يطلب أنه يمشي لطوالت وفي هاد اللحظة هادي بالدات هي فاش غا يستغل الغفلة ديال العناصر الأمنية وغادي يخرج من الباب الخلفي ديال المحكمة كان لابس تريكو كحل ديال الصوفة وكان لابس جاكيتا زرقة وصندلة فرجليه السيدة شنو غادي يدير غايمشي من مورا سطافت وغادي يحيد التريكو وغا يحيد الجاكيتا والصندلة دياله غادي يحيدها ويخشيها في يديه وغاينقز الحيط وغادي يهرب وفي ذلك اللقطة فاش هو هارب فالعيالات داخل المحكمة بدو كيغوتو راه مسجون هرب راه مسجون هرب يعني ناضط الفوضى وهنا رجال لعناصر الأمن ما صدقوش أن هاد سيدة هرب فكيقول لهم راه ما يمكن شراء مستحلي هدقي هرب شي واحد لعيالات كيغوتو بيقولوا اليوم اللارة شفناه هارب وشافوا أن الأم والأخ ديالو شيروا ليه مني شافوه هارب وفي ذلك الوقت اللي شيروا ليه غبر لهم الآثار ما بقوش بانوا أمام المحكمة كيف محتاء السجين اللي هو هارب غبر وما بقاش بان له الآثار الشي اللي كيرجح أنهم طلاقوا معاه وعطوه يقدر بالدلح ويزو وهم اللي يساعدوه في الفرار المهم مني العناصر الأمنية اكتشفت بان السجين فعلا ما كاينش تعيطو له ما كاينش فانا بتلفوضه داخل المحكمة وهنا النيابة العامة غدا تعطي التعليمات ديال هذا شي تم تفتيش على السجين داخل المنزل ديال الأسرة ديالو منين مشاو كيقلبوه في المنزل ديال الأسرة ما لقاوش منين مشاو كيقلبوه عند العائلة ديالتو فكيجبرو الأم والأخ ديال السجين عند خالتو هاربين عند خالتو مخزونين عندها أش كيديرو هاد الناس تما فكنتمنوا أنه يتم اعتقال هاد الأم وهاد الأخ ويتم التحقيق معاهم تحقيق اللي هو معمق لأنه أكيد هم اللي يساعدوه وولدهم في الفرار وهم اللي وراوه فين يهربوه أو اللي ساعدوه فين يتخزن من جهتها الأم ديال الضحية والأب ديالو كيقولوا أنهم منين حضروا المحكمة ذاك النهار كيسمعوا أن العائلة كيغوتوا ساجين هارب ساجين هارب فحسوا أنه هادك اللي قتلهم وولدهم هو اللي هرب من المحكمة وبقتل أم مسكينة كتتمرغ في الأرض وكتغوت يعني خايفة أنها يضيع لها الحق ديالو ولدها غادي عيط لها قادة تحقيق وغادي طمأنها وغا يقول لها راه أنا غادي ناخد لك حقك من النوع كوني هان يرى غا نجيبوه نجيبوه وانا براسي غادي ناخد لك الحق ديالك من اللي قتل لك ولدك وحنا بطقتنا كاملة في القضاء ديال مدينة سطس انه ان شاء الله غادي ينصف هاد ضحية وغايتم الاعتقال ديالو سواء اليوم ولا غدا راه يجيبوه يجيبوه غير هو نقطة ديال الاستفام هنا هاد السيد اللي حاولي يهرب ما مره مجوج علاش مداتش علي واحد الحراسة اللي هي صارمة هاد السيد أصلا حاولي يهرب من المستشفى وشديته يعني منين مشى المحكمة خسكم تراقبوه وما تحيدوش ليه المينوت هاد السيد راه مدوز عشر سنين ديال الحفز وقارس واريه وعارف منين كيدخل وعارف منين كيدخرج وعارف بالزفد المسائل يعني منين نفذ هاد القضية ديال الهروب من المحكمة حتى درسها مزيان ودورها في عقله مزيان هاد نفذها عشر سنين هادك ديال الحمسة اخوتي راه حال من مره طلعوا وهبط من المحكمة ديال السيد وعارف منين يدوز وعارف منين يهرب هنا كانت تساءلوا فين هو الدور ديال العناصر الامنية ديال المحكمة علاش غفلوا على هاد السيد علاش ما ما شددوش عليها الحراسة وش اخوتي عمركم سمعتوش يمسجونك يهرب من المحكمة هذه مع مرهما كانت مع مرهما ما سمعناها في التاريخ في المغرب حتى وقعت مع هاد السجين اللي هو خطير جدا اخوتي وباش تعرفوا انه منين كان في الحبس فكي مرر ولكي رسلت هديدات مباشرة للأسرة ديالة الضحية كي رسلت هديدات الوليديه وكي رسلت هديدات كذلك الواحد بنت خالته بالقتل والتصفية جسدية قال لي هرا غادي نخرج وغا نصفيها ليك علاش ان هاد بنت خالته قتليه شو ما عليك ذاك الشي اللي درتين ذاك السيد وقتلته على والو فقال لي ها غادي نتقم منك على هاد الهدراء وكذلك كي صفت تهديدات الواحد السيد اخر كيقول لي هرا غادي نخرج وغا نصفيها ليك اذا هاد السيد اللي هارب من نهار الخميس ومعرفناش كين فين كين راه ممكن يرتكب اي جريمة في اي وقت راه لي حدود السعارة كيهدد الأسرة ديالة الضحية وكيهدد بنت خالته كيهدد واحد شخص اخر انه غادي يجي لهم وغا قتلهم وهاد الأسرة ديالة الضحية اليوم رأى متشردين ما رجعوش للدوار وما رجعوش لدارهم خايفين اللي يجي عندهم ويصفيها لهم وينفد هادوك التهديدات دياله وهاد الشي اللي كنتمنى من رجال الامن والعناصر الامنية ديال مدينة السلطات انهم يطوقوا هاد المدينة وانهم يبحثوا مزيان حتى يعتقلوا هاد السيد قبل مايرتكب شجريمة اخرى من جهتهم الاسرة ديالة هاد الساجين اللي هو هارب ولا القاتل تخيلوا معايا انهم كيمشوا عند هاد المحامي ديال الاسرة ديالة الضحية ويضحكوا عليهم ويقولون لهم اشوّرتو هذا مايرات لا تصوروا اعندي كما تستفدوا يعني ولدنا هارب وصافي وحكووا متفر او لدك أعتقدوا وراء صافي رامشال الأقبر ويضحكوا ليهم في وجههم والستفزهم وذلكو لا تصوروا وتخيلوا معايا شنو داروا اخر قبل مايرهرب هاد المسجون هاد فكانوا يمشيوا عند المحامي ديالة الأسرة ديالة الضحية ويحاولوا انه يغريوه بالفلوس باش يضغروا خلق خط بيض ما بينه وما بين الاسرة ديال الضحية يعني باش يتنازلوا كيطلبوا فيهم يتنازلوا على الحق ديال الولدهم وكيطلبوا في المحامي انه يوقف معهم باش ما ياخدش الحق ديال هذا الشهيد مسكين ولا الضحية كريم باش شوفوا هاد الناس هادو تلفين وصلش بهم الواقاحة وتلفين وصل بهم الاجرام يعني هاد المجرم الي هو اليوم هارب راه الاجرام دياله مجاش من فراغ لانه اصلا خارج من اسرة اللي هي مجرم مجرمه اصر اللي مرباتوش وما قررتوش وما علماتوش يعني ما شي غريب انه يكبر هاد الولد هذا مجرم بالفطرة لان اصلا والده مجرمين ولدهم قاتل الروح وما زال يدفع له وكيمشوا عند الضحية وكيقولون لي همرا ما عندكم ما تصوروا وكيمشوا عند المحامي ديالهم وكيقولون لي وقف معانا باش هاد الناس يتنازلوا لولدنا هادك السيد راه روح هادك اللي ماتتها ماشي دبانا هادك السيد راه قتل الباشر قتل الباشر على اواله مدى الرهواله اخوتي قتلوا غير هاكوك لله في سبيل الله وهاد الناس مساكن اليوم عائلة الضحية راه متشردين وهججهم من الدوار ديالهم وهججهم من دارهم بأي وجه حق اخوتي فحسبي الله ونعمة الوكيل كانت منه وياربي وقف مع العناصر الامنية ديال مدينة سطاتو انهم يتمكنوا من الاعتقال ديال هذا السيد اليوم قبل غدا اخوتي قبل ما توقع شي كارثة المهم هاده هما المستجدات اخوتي خليتكم على خير تهلا وليافرسكم بزاف مع السلامة